أما على جانب النادي الإسماعيلي فالنادي الإسماعيلي يوجه الشكر لحمزة الجمل والقماش كابتن خالد الأماش مديرا فنيا أمام طلاقع الجيش أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه استقر على توجيه الشكر أنا مثلا مستغرب جدا يعني خلاص فاضل مباراة كابتن حمزة كانكمل مع مجموعة العمل اللي موجودة معاه بقية اللاعبين اللي موجودين الكل اللي كان يكمل لغاية آخر مباراة وبعد كده النادي الإسماعيلي قدر يستقر بشكل أو بآخر هل كابتن حمزة يكمل مع مجموعة العمل ولا يشوفه حد تاني يعني خاصة أنا أنه مرجع الناس يعني وكان النادي الإسماعيلي معرض للهبوط بشكل كبير وفي الدور الثاني أرقام مجيدة معقولة يعني بالنسبة للنادي الإسماعيلي هي أرقام معقولة فأنا الحقيقة مستغرب جدا لكن أوكي كل مجلس إدارة ولو الحق في اختيار ما يرى مناسبا هم يعرفوا أكتر من الباقي الحقيقة تغريم النادي الإسماعيلي والبنك الأهلي وإيقاف لاعب الزمالك مبارتين أبرز عقوبات رابطة الأندية خلال الأسبوع الثلاثة وثلاثين أعلنت إدارة المسابقات برئاسة عامل حسين تحت إشراف رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثالثة والثلاثون وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز وجاءت كالتالي مباراة سيراميكا وبيراميدز تقرر إيقاف اللاعب سيف تقا مباراة واحدة لمنع فرصة محققة أما مباراة الزمالك والمصري تقرر إيقاف طارق علاء لعب الزمالك مبارتين لللاعب العنيف أمبي والإسماعيلي تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي للإعتراض من الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية على حكم المباراة مما أدى لتوقف المباراة لأربعة دقائق إسترن كامبني والبنك الأهلي تقرر توقيع غرامة مالية على البنك الأهلي بسبب نزول الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف كما تم إيقاف محمد هلال لعب البنك الأهلي مباراة واحدة للطرد لسابق انذار لو الأمور مشت بهذا الشكل بأن احنا كل أسبوع بيتم الإعلان عن عقوبات وما تفرقش معاك الألوان لو النادي الأهلي هو من داخل قناة النادي الأهلي بنقول هذا الكلام لو النادي الأهلي مخطئ من فضلك عاقب المخطئ في النادي الأهلي ما عنديش أي مشكلة ولكن زي ما بتعاقب المخطئ في النادي الأهلي عاقب المخطئ في بقية الأندية زي ما شفنا في مباراة الإسماعيلي الأبض على الأهلي والإسماعيلي يعني الأخيرة الأبض على خمسة من جمهور النادي الإسماعيلي اللي أثار الشغب وعمل مشاكل معه جمهور النادي الأهلي اللي التزم الاحترام والأدب والأخلاق خلال هذه الفترة وبالتالي لما تمسك الخمسة قدر أو التحقيقات بيّنت أنهما أخطأوا وبالتالي تم حرمان النادي الإسماعيلي من جماهيره حتى نهاية هذا الموسم اللي هي يعني المباراة القادمة ولكن في النهاية يجب أن يتم تطبيق كل العقوبات أو العقوبات بشدة على كل من يخطئ وعلى كل مثير الشغب مهما كان لون الفينيلا بتاعته أنا أعلم تماماً مثلاً أنه جمهور النادي الأهلي واعي وبيحب فريقه وعارف كويس جداً 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 مين اللي عايز يشده معاه في حد ويوديه للمكان اللي هو ناحية أو اتجاه إثارة الشغب وده عمره ما هيحصل لأن جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي بالمناسبة هناك تحركات من قبل رابطة عشان كده أنا كنت بقول لهم يحاول يجبوا لنا النائب أحمد ياب نسأله في كل هذه الأمور فبكرة إن شاء الله تمام ماشي يعني هو طبعاً عنده اجتماع دلوقتي كنت تتمنى أنه يكون معاه عشان نسأله في كل هذه الأمور لأنه وأنا هنفضل بالألفين ولا بالألفين وخمسمائة جمهور واحد من الجماهير أو مشجع من المشجعين لكل نادي طيب هو الأهلي زنبه إيه بقية الأندية زنبها إيه الجماهيرية زنبهم إيه اللي بيستفيد من مثلها هذه الأمور فريق زي المأولين فريق زي اللي هي أندية الشركات مش عايز أتكلم على أسماء معينة ولكن أندية الشركات كلها والأندية اللي ليس لها جماهيرية هي اللي بتستفيد ولكن تخيل حضرتك كده مباراة الأهلي وزي ما قلت للاتحاد هيبقى فيها إيه الزمالك والإسماعيلي والجمهور متاح للفريقين هيبقى فيها أعداد إيه المباراة هترجع تبقى الحمد لله النواحي الفنية جوا الملعب عندنا دلوقتي مديرين فنين جوا الملعب شباب عاملين طفرة كبيرة في كرة القدم المصرية والخبرة موجودة طبعا في أسماء كبيرة جدا لكن عايزين بقى الجمهور عايزين يعني كل حاجة بسم الله ما شاء الله التصوير أصبح مختلف عندنا أمور جيدة كل ده برضو إن شاء الله السنة اللي جاية أو بداية السنة اللي جاية تبقى الأمور مختلفة مع تطوير لغة البيع في أمور الرعاية ومثل هذه الأمور وده هتكلم فيه مع حضراتكم بعد كده بس كله في وقته إن شاء الله عشان تعرفه بس قيمة أنا متأكد إن جمهور الناد الأهل يعرف ولكن عشان محدش بس كده يفكر يقارن نفسه بالناد الأهل يفكر بس يقارن نفسه بالناد الأهل طب هل ينفع إن أنا قارن 42 دوري بالبعدية أنا مش فاكر والله ما فاكر اللي بعدية كام بلاش اللي بعدية عد نعد كل أندية مصر ونشوف كل أندية مصر واخدها كام 21 دوري بيقولولي أقل من 50% من بطولات الناد الأهل 50% بالزبط هل يمكن إن إحنا دايما ما ينفعش والله أنا بتكلم بمنطقية ولا بتكلم علشان أزم في حد لا خالص أنا بتكلم بمنطقية هل ينفع قارن عندما يمرض البطل هتقعد بقى تعملي فيها يعني ما فيش حاجة الأسد حفظ الأسد الأسد ده هو ملك الغاب الأسد هو ملك الغاب زي ما قلت لحضراتكم كده فكرة الجرار الجرار هو اللي بيشد العشرين العربية وهو الأغلى تمن هو اللي بتشد كل ده فاللي عايز أقوله إنه موضوع مع تغيير فلسفة الرعاية وتغيير الأموة ومحاولة الشركات الجديدة إدخال مدخولات كبيرة لكل الأندية المصرية لكل الأندية المصرية الأعلى طبعاً النادي الأهلي فإن شاء الله مع كل ده حنشوف دوري بقى عايزين نشوف دوري بجماهير بتذاكر بتذاكر بناس كتيرة نشوفها ناس بقى من بتوع المدرجات ناس من بتوع المدرجات مش ناس من من حتة يعني ناس من اللي بنشوفهم في المدرجات اللي بيشجع بقلبه بيشجع فقط أنا مش عايز حد يثير الشغب مش عايز حد يشتم الحاجات المناوشات موجودة وبنشوفها في كل العالم في كل العالم بالمناسبة يعني الواحد ياما حضر مباريات برا مصر بتشوف المشغبات ما بين النادي الفلاني ونادي العلاني لا بيتشغبه عادي طبيعي حاجات لطيفة يعني لكن لا تصل لإثارة الشغب لا تصل لهذا الأمر أبدا واللي حد عمل كده بيتوقف بيتوقف أو بتطبق عليه قانون العقوبات الخاص بهذا الأمر مش عشان واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا عشرة ولا مية أمنع مئة ألف لا طيب اتحاد كرة القدم بيتوصل الاتفاق مع بلجيكا لمواجهة المنتخب وديا في نوفمبر القدم أنهى مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي المنتخب الوطني حيلعب إن شاء الله في هذه الفترة مع بلجيكا أيضا المنتخب الوطني يواجه ليبريا والنيجر يوم 23 و27 سبتمبر بالأسكندرية أنهى أيضا مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم الاتفاق على خود وديتين للمنتخب الأول خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار التوقف الدولي الخاص بالمنتخبات حيث توصل مسؤول الاتحاد بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعي بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للجبلية للاتفاق مع منتخب النيجر وليبريا لمواجهة هما وديا في سبتمبر المقبل بالأسكندرية أيضا استقرر برتوغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على إقامة مبارتين وديتين للفرعنة في معسكر سبتمبر المقبل وهو الأول للمدرب البرتوغالي مع منتخب الفرعنة بعد تعيينه وقرر فيتوريا أن يكون المعسكر المقبل بالأسكندرية بعد جولة قام بها لملعبية الأسكندرية وبرج العرب التي التقى خلالها مدرب الاتحاد واسموحها وفرقه وتأكد من جهزية المدينة وملاعبها الأول النهاردة أيضا روي فيتوريا بيواصل سلسلة زياراته بيزور طلاق على الجيش ويجتمع مع الكابتن طارق العشري والنادي يهديه درع التكري زي ما قلت لحضراتكم فيتوريا خلال هذه الفترة بيحاول أو بيزور هو مش بيحاول هو بالفعل زار عدد كبير من الأندية المصرية للاتفاق على المراحل أو على المرحلة المقبلة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة أعتقد أنه ذا زكاء منه الحقيقة وأتمنى له طبعا كل التوفيق إن شاء الله خلال الفترة القادمة روي فيتوريا مدير فني على مستوى عالي نتمنى لأرى كل التوفيق مع منتخبنا الوطني والبداية في معسكر سبتمبر القادم إن شاء الله تكون بداية جيدة نتفرج على كاس العالم مع بعض وبعد كاس العالم نلعب تاني تصفيات كاس العالم ونلعب إن شاء الله تصفيات كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله روي فيتوريا ومشروع جيد مع منتخبنا الوطن اشتركوا في القناة